أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح وصلاح الذرية لا يحصل بدون تعب لا بد من تعب لا بد من صبر لا بد من استعداد ومراقبة وإلا فإن هذه العائلة ستضيع كما هو الواقع الآن في كثير من البيوت لا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والشرور والصوارف فأين الآباء؟ أين الأمهات؟ الآباء مشغولون بدنياهم يلهثون وراء الدنيا ليلاً ونهاراً ويلهثون وراء المجالس الساهرة على القيل والقال أو ما هو أشد من ذلك والأمهات مشغولات بالتجوال في الشوارع والتجمعات بحجة التعلم والدراسة أو بحجة الوظيفة والأولاد يرمون إما على المربيات وإما في دور الحضانة كأنهم أيتام كأنهم لقطاء أين الأمانة أيها الناس؟ أين أمانة الأولاد الذين في أعناقكم؟ تقول الله فإن أولادكم أمانة في أعناقكم وأنتم مسؤولون عنهم هم رعيتكم الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته والذي يضيع رعيته متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة ما من راع يسترعيه الله رعية في الحديث الصحيح ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة